بحلقتنا الخاصة والمميزة سمر لليوم رح نبدأ بالسنة الجديدة أكيد مع نشاط إنساني تطوعي لعمل الإنساني الإغاثي اللي تعودنا عليه خلال سنين الحرب اللي مرأت على سوريا عاولنا على شباب بيحملوا بقلبهم نبض الحياة والمساعدة وإيد بإيد سواء لا نساعد بعض ولا نتجاوز أي أزمة أكيد بأقل ضرر وأقل خسائر مثل ما تعودنا دائما نحن من صلة الضوء على العمل التطوعي والإغاثي واليوم رح نحكي عن نشاط الجمعية الخيرية للتنمية المستدامة تحت شعار إغاثة تنمية حياة كريمة مستمرة الجمعية كانت تقوم بحركة ونشاط وورشات عمل في هذا المجال مجال الإغاثي والتطوع وأيضا كانت تفتح مساحات للحوار يكون في شباب أيضا فاعل مقاوم يقدر يحقق شي ضمن هذه الجمعية وضمن جميع النشاطات اللي بيقوموا فيها لأننا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع بصرنا ملحب بالسنة الجديدة بالسيدة مجد ردوانيان أوسي مديرة جمعية الخيرية للتنمية المستدامة كل عام وانت بخير ويسعد صباحك حبيبتي يسعد صباحك وانو شكرا كتير على المقدمة الحلوة حبيبتي أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن الجمعية متى التأسسات ونخد لمحة بسيطة عننا نحن جمعيتنا هي مشهرة بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال نشتغل على الأرض صارنا من 2014 أكيد عمل الجمعية بيقوم على المساعدات الخيرية بالدرجة الأولى وبناء قدرات المتطوعين والعاملين بهذا المجال نعم يعني يمكن سيدة مجد ببداية ومقدمتنا قلنا أنه شباب هن الأساس بهذه العملية ويمكن جمعيتكم عمره سنين من سنين الحرب ولكن نحن دائما من خلال مشاريعنا أو من خلال أي عمل منهدف أن نطور حالنا قلنا أكثر عن البانوراما اللي كانت بال2020 هلا أكيد هي الحاجة دائما بتخليك تكوني خلائة أو عم تأبدعي لتوصلي للهدف اللي المفروض نكون عم نوصل له بهذا المجال هلا عمل الجمعيات هو مختلف عن أي عمل تاني خاصة بظل هاي الظروف هو بيقوم أكتر شي على الجانب الإنساني إذا بدنا نقول فنحن كتير نهتم أول شي بطريبات الأشخاص العاملين بالجمعية لحتى يكونوا عم يقدموا الخدمة بالطريقة الصحيحة بطريقة فيها إنسانية وكرامة إذا بدنا نحكي لأنه بالنهاية نحن هون موجودين بهذا المكان لحتى نكون عم نقدم هاي الخدمة أو الحاجة للشخص يلي هو بدي تلقاها هلا 2020 كانت سنة صعبة الحقيقة أكتر من سنين الحرب إذا بدي أقول سنين الحرب كان العمل بالمجال الإنساني واضح على شي منظومة مثلا توزيع مساعدات إغاثية أكتر شي بهذا المجال طبعا غير الأمور اللي في جمعيات تانية عند اختصاصات فيها 2020 كانت شوية نوعا ما كان فيها تحدي بهذا العمل خاصة وجود جائحة كورونا يلي إجيت مثل هيك إنه قدت على كتير أمور نقدر نكون عم نتحرك فيها بأرياحية كتير أشياء مخططين لأشياء على مناطق أو محافظات نحن شغلنا بالجمعية بتناول محافظات سورية بالجانب الثاني فكمان بهذا الوقت صرنا عم نحد بهذا المجال بس الواجب الإنساني نحنا حتى ما علينا أنه دورنا حتى نحن هون يعني نحنا كجمعيات دورنا بيخلق بالوضع الأزمات فتحول الشغل بين أنه كنا مفاكرين نشتغل شيء له علاقة بالتنمية أكتر رجعنا عم نعمل لأ إغاثي لأنه في كتير عيال مثل ما عم نعرف أنه أقف مجال عملها أو ما عد قدرت تطلع تأمن حاجاتها اليومية فرجع دورنا لبدايات الأول الحرب إذا بدنا نقوم أنشطة عديدة وفاعلة عام 2020 كان مليان بالأنشطة دورنا نحكي عن ورشة المعايير الدنيا للعمل الإنساني كيف كانت الورشة وشو طلعتوا مننا للورشة هل حققتوا الهدف المرجو أو لا؟ أي عمل إنساني المفروض لحتى يكون بالطريقة الصحيحة يجب أن يكون مبني على معايير نحنا لدينا مشروع اسمه مشروع سفير هو مشروع عالمي المفروض الجمعيات التي تقوم بهذا المجال متطوعين أو العاملين فيه يكونوا خاضعين لهذا التدريب في بدايات الجمعية ما كان في عنا بسوريا هون أشخاص تكون عم تقدم هذا التدريب بعد ما في إنهم متدربين لمشروع السفير أو المعايير الدنيا بالمجال الإنساني كنا نفتر نطلع نعملوا بأماكن تانية ناخد هذا التدريب حاليا صار في عنا أشخاص من أكفأ الأشخاص إذا بدي أقول في هذا المجال عم يقدموا هذا التدريب كخدمات نحنا كجمعية كان أول أهدافنا أن نكون عم ننهي السنة بتدريب المتطوعين الجداد يلي انتسبوا للجمعية على معايير الدنيا بالعمل الإنساني يعني هو بيقول لك أنه المفروض أقل من هذا المعيار ما بتكوني عم تشتغلي بالمجال الصحيح خاصة إذا عمتهت في الحياة الكريمة أكيد أي عمل هو خلي نقول في يوم متعة كيف إذا كان عطاء العطاء هو شي كتير حلو وخاصة بظل ظروف صعبة يمكن مرينا فيها يمكن حضرتكم أنتو كجمعية أو كشباب بس تحبلوا هالسلال وتودوها على البيت هو إنجاز كتير عظيم يمكن تشوفوا البسمة عوجوه كتير عيال عن جد كانت بحاجتكم بهذا الوقت فالعطاء هو شي أساسي ولا يمكن إنكار عظمة هذا المصطلح خلينا نقول حكي لنا قديش فيه متعة وقديش أيضا بده حدا متفاعل لا ما بخفيك هو العطاء شي كتير حلو بس نحنا عم ناخد أضعاف ما عم نعطي يعني متما قلتي الابتسامة أو الدعوة اللي طالعة من قلب أو استقبال العيل اللي اللي إلنا بطريقة منتبادل فيها مشاعر يمكن صعب إنها تنحكى بس نحنا من المساعة أشعفينها بعيونك المشاعر من المساعة نجد على الأرض هلأ أنا بصراحة قبل ما أكون مديرة كنت متطوعة فموضوع التطوع أو العطاء مثل ما عم تحكي هو يعني ما بتكتمل إنسانيتنا غير بهذا الشعور الحقيقة بعتقد أغلب الشبيبة هلأ بهذا الوقت لمسة هذا الشعور يعني ما عد في حدا ما عم يتطوع بمجال من المجالات حتى لو ما إنه مثلا بجمعية أو بمكان بس في عنا مبادرات شخصية هذه المبادرات الشخصية هي كمان تنتج عن هذا الشعور بلزة العطاء أكيد غلي أنكي الثقة و تحدي السعاب هي أول طريق للنجاح كيف عم تقدروا تسرعوا هاي الصفة بشخصية الأطفال وكيف عم تخلوهم يكتشفوا الجانب أكيد الإيجابي بشخصيتهم ليكملوا طريقهم بالحياة بنجاح الآن أنا ما أخفيكي الأطفال بهذا الوقت هو وضع كتير حساس لأنه هن نشأوا بفترة كتير كانت صعبة يعني ظروف الحرب وظروف الاقتصادية يلي عم تجي على العالم فدائما نحن كأهل أو كعائلات من ترجم غضبنا أو قلتنا أو هاي الأمور على الأطفال بصراحة ببيوتنا فكان كتير صعب نشأة الأطفال بهذا الوقت أنهم يشعروا بهذا الأمان أو يشعروا بلزة السعادة من أي شيء صغير فنحن كان دورنا هون بمشروع بلسم هو أن ننطقي عدد قليل من الأطفال لحتى نكون عم نلمص الفرق عليهم وكل فترة وفترة بتتغير فئة الأطفال إذا بدنا نقول هلأ هو كسب السقة وزرع السقة مع الطفل يعني نحن بالبداية كسبنا السقتهم بعدين بلشنا النمي عندهم مهاراتهم بالتواصل بالتقديم بالسقتهم بحالهم فبنهاية نحن بدنا نفكر للا بعدين هلأ هو صحيح صغير بعده بعمر صغير بس هنا مستقبل سوريا إذا بدنا نقول فالمفروض نكون عم نشتغل عليهم من هذا العمر لنزرع وبعدين منحصود الإشياء اللي هنا رح يعطونا إياها مرجد حكيت كلمة يمكن دائما بس واحد يزرع شي حلو رغم الظروف يمكن الأطفال عانوا من ظروف حرب قاسية ولكن هنا النبتة إذا نحن منسقية شو منسقية هي بتقدم لنا أيضا عمل الجمعية هو عمل واسع وشمل المرأة وأيضا نقول مستضعفة لأثبتت المرأة السورية القوة والشجاعة في أنه هي قادرة على تحمل جميع الأعباء ولكن كان إلا حصة عندكم حكي لنا عن المرأة بجمعيتكم المرأة المشكلة أنه نحن بعدنا من ضل حاطين هذا المصطلح أنه المرأة هي ضعيفة هي أبدا معنا ضعيفة بس يعني كان المرأة أو الرجل هو يلي بيأثبت وجوده بأي مكان بيتواجد فيه فالضعف يكون ناتج عن الشخص مو عن الجنس أنا دائما بقول هذا الموضوع المرأة أكيد إلا الحصة الأكبر ليش لأنه هي بهالسنين الحرب كان كل شي عم بيعول عليها يعني هي كانت مفروضة تكون عم بتغطي غياب الرجل كانت المفروضة تكون عم بتكون معيلة لأولادها فكان بدها تكون بره البيت وجوه البيت فكان في ضغوطات نفسية إذا بدنا نقول على المرأة نحن اشتغلنا مع السيدات تمكين بطرفين تمكين بمجال العمل أنه تكون قادرة تفتح مشروع وبنفس الوقت دعمناها بتدريبات لأنه هو المفروض تكون عم أي شي انتي بدك تشتغلي يكون عندك خطة فنحن دربنا السيدات أنه كيف يبنوا خطة ويكونوا قادرين أنه ندخلوا سوق العمل وطبعاً أكيد كل سيدة نحن المشروع اللي كان عنا سبع للعيش هو من أبسط الأشياء اللي هو ما في سيدة ما بتقدر تعمله عمل المونة فنحن أنه حتى السيدة اللي هي أنه ما عندها مجال أن تشتغل قادرة ببيتها أن تكون تشتغل فما فينا نقول أنه ما منقدر لازم نكون قادرين نحن دائما بالجمعية بصراحة صح الظروف صعبة وصح الوضع الاقتصادي كله صعب بس نحن ما فينا نظل نواقفين عم نندوب إذا بدنا نقول بمكاننا نحن بس نكون قادرين أنه نسبة وجودنا فمن مكاننا الصغير اللي هو المطبخ بالبيت السيدة قادرة أنه تكون عم بتعيل عائلتها وتعيش بكرامة أكيد ما في شي بخلي الإنسان يحس بقيمته ويحس بقيمته الكبيرة يعني وبإنسانيته إلا العمل التطوعي إلا العطاء خلينا نحكي عن عدد أعضاء المتطوعين بالجمعية عنكم ونحكي عن روح العمل الجماعي بالجمعية كيف عم تكون تمام هلا نحن جمعيتنا عنا حاليا 35 متطوع يعني أنا بعتذر من الكل أنه كتير نحنا بيجينا طلبات تطوع بشكل كتير كبير بس نحنا منا قادرين كمكان نكون عم نستقبل أكتر من هيك عدد لأنه نحنا بنشتغل على النوعية أكتر من على العدد نحنا كل شخص بالجمعية خاضع لا يقل عن سبع لثمان تدريبات بناء قدرات هذا بدخله بمجال سوء العمل غير الإشياء العلاقة مهنية مو تدريبات مهنية لا تدريبات لبناء الشخصية وكيف يكونوا عم يمارسوا العمل الإنساني العمل يلي بالجمعية هو أكيد يقوم على الجماعة ها في شي بتقدري تنجحي فيه إذا ما كنت متكاتفة بقلب الجمعية حتى مع جمعيات أخرى يعني نحنا جمعيتنا كتير بتطلع للتشبيك لحتى توصل الخدمة أو توصل الشي اللي نحنا بدنا نقدمه لأكبر مكان منقدر نوصله فهو التشبيك والعمل الجماعي بأي مجال هو الأنجح بعد طبعا شغل على الأرض وإشياء نحنا شفناها العمل الجماعي هو يلي بخليك توصلي أنت ويلي مع هيك للشي اللي بدك شو رأيك مرج نرجع هيك بالشريط لورا لسنين مرأت ونتذكر أهم خلينا نقول المحطات يلي أنتوا كجمعية بالمحافظات السورية اللي أحيانا ما قدرتوا توصلوا لها وبعدين وصلتوا لها رغم ظروف الحرب أهم المحطات كانت من عمر الجمعية لهلأ لليوم السنة الجديدة عبت راجعينا هلا أكيد هي الذكريات كتير حلوة بس كان فيه وقات ذكريات عن جد مؤلمة إذا بدنا نقول مؤلمة بمعنى أنه بتزعلي تتذكري أنه قدي نحنا ما كنا بحاجة هذا الشي اللي نحنا هلا فيه ووصلنا أنه صرنا بحاجة هذا الشي لأسف كتير صعب بس تشوفي عائلات هنا بحاجة الشي وانتي بمكانك ما نك قادرت أدمي لهم ياها فكنا نمره أجد بحالات كتير صعبة بس أنه كنا نلاقي البديل دائما كنا ندور على البديل وعالتشبيك هلأ محطات إذا بدنا نقول نرجع عشغل سبع سنين ثمين سنين أو أكتر شوي أنا ما رح أحكيكي بكبرامج رح أحكيكي كشغلات بعد أنه بتمنى أنه تستمر مشروع الأطفال نحنا صارنا تقريبا ما كتير زمال بس صارنا أربع سنين مبلشين فيه وخمس سنين هذا المشروع بتمنى أنه دائما نكون نستمر ليش؟ لأنه عم نحصد يعني عم نقدر نقيسي الأثر يلي عم نحصده من هذا البرنامج طبعا الأماكن يلي كان صعب أنه نكون عم نفوت نقدي فيه خدمة كنا نكون عم نشبك مع جمعيات قادرة توصى ونحن وياه نتشارك ونفوت نقدم الخدمة يعني هاي إذا بدي أحكيكي لسنين لورا أنه فيه تحديات وصعوبات كانت أكيد هلأ بنسترجعها بنقول لي يعني جد نحنا قدرنا نعمل هاي الخدمة أو نقدم هاد الشي بيضل موضوع التطوع المتطوعين بيفتخروا أنه هن بوقت من الأوقات قدروا يقدموا هاي الخدمات لأنه كانت مسهل تدلون هاي الأمور كما كان موجودين فيه فنحنا الأشياء اللي بنكون عم نحكي فيها اللي بنتمنى أنه تضل عم مستمرة وكنا نبلشين فيها هي ورش العمل اللي بنشتغله بناء القدرات لأنه أي مجال أنت بدك تدخليله فيه تطور ونحنا بنكون عم نساعد الشباب لتواكب هذا التطور في عنا مشروع ما بعرف إذا بقدر بحب أحكي فيه هو مشروع الحوار لتعزيز السلام ضمن وبين الأديان بين الأديان يعني من الفئة الدين الوحدة نحنا بنكون عم نشتغل على تقبل الآخر هذا المشروع صر له سنة ونص عن جد عم نلمس فيه فرق كتير فضيح وتطور وتقبل متل ما عم بدنا نقول هو عم يدور بثلاث محافظات الشام واللادقية وحلب هي المحافظات إذا بدنا نقول المدن المقتزة بالسكان ويلي استقبلت وافدين كتير فكتير أنه مهم نشتغل بهذا الوقت على أنه نسمع بعض ونتحاور ونقدر نتقبل بعض لحتى نقدر نوصل للسلام والسلم الأهلي يلي نحنا كل حدا ببيته ومتمرات ونتمنى هذا الشيء والحقيقة نحنا كنا يعني كنا عايشين بهذا السلام وإن شاء الله 2021 يعني بدنا نظلنا نكون عم نتأمل ونحط الأشياء الإيجابية أنت رح تكون إنجازاتنا عم تتحقق إن شاء الله بهذا الموضوع بالخطام نتشكرك وكل عام وأنت بألف خير وأكيد لكل فريق الجمعية يعني نوجه لكم كل التحية وكل الأمنيات الطيبة وأكيد نتمنى تنتشروا لكل المحافظات السورية ونشوفكم بحلقات قادمة وبإنجازات أكبر شكرا لإلك شكرا لك أنا بدي أتشكركم الحقيقة أو بدي أتشكر التلفزيون السورية عجد دائما سباقين أنتوا لأنكم تضووا على الإشياء الإنسانية نحنا بمجال شغلنا هو ما بيعتمد يمكن كتير أنه نكون عم نظهر إعلاميا بس أنتوا دائما بتضووا أنتوا جزء مننا مجد صدقيني وأيضا جزء من عمل جيش أيضا لأنه أنتوا كنتوا بالميدان معهم إيد بإيد نحنا نفتخر فيكم نفتخر بشبابنا السوريين يلي هنا كمان عم يعانوا حرب ومضغوطين بدي ألك كل سنة وأنت بخير إن شاء الله اليوم ببداية هيدا السنة تكون خير على الجمعية أيضا اللي هي بيتكم التاني شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألكم السنة وأنتو سالمة وأنتو سالمة أهلا وسهلا بكي